إذن توجه رئيس الوزراء العراقي حيدر لعبادي إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين آخرين لبحث تطورات الحرب ضد داعش والمرحلة التي تلي ذلك تأتي هذه الزيارة بناء على دعوة ترامب وبعد قراره رفع العراق من قائمة الدول المشمولة بقرار حظر السفر والذي لم يسلق طريقه للتنفيذ بعد في ضيافة الرئيس الأمريكي يحل رئيس وزراء العراق الدولة التي شغلت حيزا ليس بقليل من اهتمام دونالد ترامب منشحا ثم رئيسا تحضر بهمومها في البيت الأبيض بدعوة من ترامب نفسه بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نزور الولايات المتحدة الأمريكية للتداول مع الإدارة وعن مسؤولين الأمريكيين بخصوص مواجهة الإرهاب وإكمال الخطوات النهائية للقضاء على داعش ومن يساند داعش الموصل وما بعدها أبرز ما يتصدر برنامج لقاء الرجلين ففي معركة استعادة المدينة تشارك قوات أمريكية تدريبا أو مراقبة يخوض هؤلاء المعارك جنبا إلى جنب مع ميليشيات تحفظ ولا أهالي إيران عدو ترامب الأبرز ولا مشروع معلن لما بعد المعركة عن ما بعد المعركة أيضا تغيب الأجوبة فيما خص تلك القوات التي اجتازت الأطلسي للمشاركة في حرب يعتبر ترامب وسقور إدارته أن سببها كان انسحاب القوات الأمريكية من العراق وتركه ساحة لإيران ثم داعش من خلفه وعلى هذه الخلفية قد يعزز العبادي أماله باتجاه مزيد من الدعم الأمريكي في هذه الحرب دعم قد يجد مبرراته من إدارة خصصت ميزانية دفاعية بقيمة 54 مليار دولار سيخصص منها في حال مصادقة الكونغرس عليها ثلاثة مليارات للحب على داعش التي يشكل العراق جزءا منها في الملفات أيضا تحضر الاتفاقية الأمنية الموقعة في العام 2008 لتنظيم التواجد الأمريكي في العراق وتأمل بغداد إعادة النقاش بشأن بعض بندها ملفات لا تختصر بالطبع حيثيات دعوة ترامب للعبادي فالرجل الذي كرر أكثر من مرة اهتمامه بنفط العراق لن ينسى أن بإمكانه أن يفتتح من العراقي سجل إنجازاته بهزيمة داعش وبابا جديدا لمعركة مع إيران التي شملها بحظر السفر ورفع العراق منه لمناقشة هذا الموضوع معنا من بغداد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور خالد عبدالله معنا أيضا من واشنطن البحث في جامعة جورج واشنطن الدكتور هيثم الهيتي لكن قبل بدء الحوار ننتقل مباشرة إلى البيت الأبيض للتعرف على أحدث تفاصيل الزيارة مع مراسلنا هناك جياب أبو صفية جياب بساء الخير كما فهمنا وصل السيد لعبادي إلى البيت الأبيض وبدأ الاجتماع قبل قليل هل هناك أي معلومات حول أجواء هذه الزيارة والمواضيع المطروحة على جدول الأعمال قبل أقل من عشر دقائق بدأ بالفعل هذا الاجتماع بعد أن وصل ورئيس الوزراء العراقي حذر العبادي وكان في استقباله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند بوابة البيت الأبيض عنوان هذه الزيارة هو مكافحة الإرهاب ومحارب التنظيم داعش والمعارك وسبل محاربة تنظيم داعش كنا قد حضرنا قبل ساعتين من الآن مؤتمرا صحفيا للمتحدث باسم البيت الأبيض شون سبيسر والذي تحدثها بشكل أساسي عنوان هذه الزيارة هو مكافحة الإرهاب تأتي زيارة رئيس الوزراء قبل يومين من انعقاد المؤتمر الذي تستضيف وزارة الخارجية وهو التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش هنا في واشنطن والذي سيحضره رئيس الوزراء حيدر العبادي مع 68 وزير خارجية هم أعضاء دول التحالف الدولي لمحاربة داعش العنوان الرئيسي لهذا الاجتماع هو محاربة هذا التنظيم تنظيم داعش بالإضافة إلى محاربة الإرهاب والآن يتم مناقشة التفاصيل داخل أروقة البيت الأبيض بحضور الرئيس دونالد ترامب بالإضافة إلى نائب الرئيس مايك بينس شكرا جزيلا لك جياب أبو صافية مباشرة من البيت الأبيض حيث يجتمع في هذه اللحظات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء العراقي الزائر حيدر العبادي الآن أنتقل مباشرة إلى ضيوفي إلى بغداد مع الدكتور خالد عبدالله مساء الخير دكتور خالد إذن كما سمعنا من زميلنا جياب العنوان الرئيسي لهذه الزيارة بحسب المتحدث باسم البيت الأبيض هو مكافحة الإرهاب الآن العراق في خضم حرب على تنظيم داعش هناك عمليات في مناطق الموصل هناك الاستعداد الآن لما يسمى بمعركة تل عفر وأيضا في سوريا هناك أيضا استعدادات لمعركة الرقة هل يمكن للولايات المتحدة والعراق أن يمضيا في هذه المسألة بغض النظر عن الدور الإيراني يعني كما نعلم جيدا إيران شريك أساسي لهذه الحكومة للحكومة العراقية إيران تتمتع بنفوذ هائل في العراق في الوقت نفسه هناك توتر حاد بين هذه الإدارة وبين طهران هل يمكن المضي في عمليات مكافحة الإرهاب بمعزل عن هذا المشهد برأيك بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير لك أستاذ مهند وللضيف الكريم وجبيع مشاهدي قناة سكاينيوز عربية وشاكل لهذه الصدافة يعني قد تأتي هذه الزيارة مهمة تأتي في إطار مهمتين أساسيتين تاريخ توقيت هذه الزيارة يتزامن مع الذكرى الرابع عشر للغزو الأمريكي للعراق هذا واحد ثانيا هي زيارة تأتي لثالث مسؤول عربي وسادس مسؤول دول يزور الولايات المتحدة الأمريكية ويلتقي بالرئيس الأمريكي ترامب في إطار هذه المرحلة لذلك نتوقع اليوم الإدارة اليمينية المحافظة بقيادة ترامب تحاول أن تعطي نسق كبير جدا وإشعار إلى كل دول العالم بأن عودة العراق إلى الاستراتيجية الأمريكية بشكل كبير جدا خصوصا في إطار تزامن وتوقيتات هذه الزيارة وتقاربها أيضا مع مؤتمر القمة العربية الذي سوف ينعقد في 29 مارس في المنبخة العربي لم يختفي بالاستراتيجية الأمريكية دكتور خالد لماذا تقول عودة العراق للاستراتيجية الأمريكية؟ لأننا اليوم نتحدث عن إدارة جمهورية جديدة تنظر للعراق وفق معطيات استراتيجية تجد بأن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما تخلت عن العراق لم تتدخل فيه العراق وجود تنظيم داعش لم تبحث عن خيارات وبدائل ليست تتحدث عن جملة من الاستراتيجيات التي يمكن أن تنطلق منها الولايات المتحدة الأمريكية في تعاملها مع الأصدقاء والحلفاء والشركاء ونالك اتفاقية إطار استراتيجي واتفاقية أمنية لم تفعل عندما سيطرت تنظيمات داعش على العراق في 2014 وتحدث الرئيس الأمريكي شكل حكومة شراكة وطنية وبعد ذلك يأتيكم الدعم الأمريكي أو التحالف الدولي هذه نقاط كلها نقاط خلافية اليوم تحولنا إلى إدارة جمهورية إدارة تنظر أن الولايات المتحدة الأمريكية كان يجب أن لا تنسح من العراق ترامب أخذ يردد بأن هناك مبالغ ستة تريليونات دولار تم صرفها على منطقة الشرق الأوسط وحتى العراق بدون أن يكون هناك نتائج لذلك أعتقد أن هذه الزيارة هي مهمة مهمة في خاصيتين خاصية الأولى قد يكون هناك توحيد الرؤى في محاربة تنظيم داعش ومكافعة الأرهاب بشكل كبير جدا في إطار هذه المرحلة والتحدث عن تفعيل اتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في عام 2008 وأيضا ما يتعلق بعادة الاستقرار والمناطق العاملة يعني عندما يتحدث المنسق التحالف الدولي بريت موكورك الذي زار العراق بأن اليوم العراق يمثل ركيزة مهمة في الأمن القومي الأمريكي هذا أول تصريح لمسؤول يعني في مسؤول التحالف الدولي ومسؤول الأمريكي يتحدث بين العراق جزء من منظومة الأمن القومي وكلنا نتحدث بين الأمريكان عندما يتحدثون عن هذه المفردة يتم ربطها بالكيان الصيوني عندما يتحدثون عن أمن الكيان الصيوني مرتبط بالأمن القومي الأمريكي هذا واحد اثنياً الأمريكان اليوم يحاولون أن ينتجوا أيضاً نوع من السياسات التي تعيد وجودهم وعودتهم إلى المنطقة يعني هناك الكثير من الدراسات والتقارير التي تتحدث عن دفع الجمهوريون على مستوى مجلس النواب أو على مستوى مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي في الزيارات التي جاءت إلى البحث عن عودة الأمريكان بطريقة جديدة عن طريق القواعد العسكرية الدائمة وهذا ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً أن تنقله بصفة محاربة الإرهاب عندما نتحدث عن 2003 بحجة محاربة العراق في إطار أسلحة الدمال الشامل اليوم نتحدث عن مكافعة الإرهاب لوجود القواعد العسكرية وهذا هي تدخل في إطار جنب البرغماتية والمصطحية لولايات المتحدة الأمريكية طيب جيد دكتور أيثم مساء الخير بداية مرحباً بك معنا تعليق على مقاله الدكتور خالد ربما وأيضاً أود أن أسألك يعني عندما نتحدث عن عودة العراق إلى الاستراتيجية الأمريكية كما قال الدكتور خالد وأنه الآن هناك حديث عن إمكانية تعزيز الوجود الأمريكي في العراق كل هذه الأمور تسير وكما نعلم جيداً إيران هي الدولة ذات النفوذ الأوسع داخل العراق الآن الحديث يدور حول أنه الولايات المتحدة وإيران ربما في نفس الخندق في هذه المرحلة في مواجهة تنظيم داعش ولكن التصادم الكبير سيحصل فوراً الانتهاء من هذه المهمة ما رأيك من ذلك؟ أولاً أود أن أقول أن سيد العبادي الآن قد بدأ لقاهم عن رئيس ترامب منذ أكثر من عشر دقائق تقريباً وهذا اللقاء قصير نسبياً مقارنة بلقاءة المسؤولين الآخرين الذين زاروا الولايات المتحدة لأنه طوله ساعة واحدة بعد الساعة الرابعة يعني بدأ ساعة ثلاثة ونص وساعة أربعة ونص بتوقيت واشنطن سيكون يتحرك السيد العبادي إلى معهد السلام المدعون له نحن ليتحدث عن استراتيجية جديدة وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الساعة هي ليست للنقاش الطويل لكثير من القضايا بقدر ما هي طرح رؤى إدارة الرئيس ترامب على الرئيس الوزراء العراقي وإعطائه وجهة النظر الأمريكية تجاه السياسة العراقية وانحرافها الشديد باتجاه إيران أنا أعتقد أن السيد العبادي سيحمل معه رسالة واضحة من الرئيس ترامب وإدارته إلى التحالف الحاكم في بغداد ليوضح لهم رؤية الولايات الأمريكية المتحدة وعليهم أن يدرسوها بعمق فأما أن يكونوا مع إيران أو يكونوا مع الولايات الأمريكية المتحدة وهذه رسالة واضحة وخاصة أن حملة ترامب هي حملة ضد طرفين أساسيين في المنطقة في الشرق الأوسط وهو تحدث بشكل واضح القضاء على داعش والإرهاب الإيراني فعندما تقول دكتور هيثة برسالة واضحة للمؤسسة الحاكمة في العراق إما أن تكونوا معنا أو أن تكونوا مع طهران هل بإمكان للعراق في هذه المرحلة أن يحدد خياراته بهذا الشكل وهو لم ينتهي من الحرب على الإرهاب بعد هل برأيك العراق في وضع اليوم بإمكانه أن يختار إما أن يكون مع واشنطن أو أن يكون مع طهران يعني في الحقيقة الأزمة الحقيقية هو تفتت القرار السياسي العراقي حتى داخل التحالف الحاكم ولا يوجد هناك قدرة حتى لرئيس الوزراء بإصدار قرار نهائي ولكن أنا أعتقد أنه يمتلك الشرعية السياسية يضاف إليها الدعم الأمريكي المحتمل له فأراد أن يتحرك باتجاه محدد وباتجاه الستراتيجية الأمريكية وعودة قوات أمريكية أخرى إلى العراق فهذا يعني أنه سيتوجه باتجاه معين ويستطيع أن يحرك الدفة باتجاه يغير مسار السياسي للعراق أما المسار الآخر الذي يرعاه بعض الأطراف السياسية القريبة من إيران ستكون في حالة تصادم وستزيد حالة العون فقد الطائفي والدعاية السياسية ويجب أن نعرف أن حتى نتاج داعش هو لم يكن نتاج طبيعي في المجتمع العراقي بقدر ما هو نتيجة لأسباب متعددة أحد هذه الأسباب وأهمها هو السياسة الطائفية الموالية لإيران في العراق وعملية التهميش والتخريب في مجتمعات محددة أدت إلى تطرف هذه المجتمعات واندماجها مع قوى متطرفة من الخارج أنشأت هذا الإرهاب الوزارة الخارجية الأمريكية تحدثت بوضوح اليوم أن النقاش سيكون ما بعد داعش وما بعد داعش هو الكثير من القضايا انسحاب القوات الموالية لإيران في هذه المناطق عودة بناء هذه المدن السياسة العراقية العامة تجاه إيران وتجاه إرهابها ومليشياتها في المنطقة ما بعد داعش هو الحديث الذي سيقتضب في أكثر في ثلاث أرباع الساعة لأن الربع ساعة ستذهب للصور وللاستقبال وأعتقد أن الوقت قصير جدا ولن يكون هناك نقاش طويل سيكون هناك عبارة رسالة واضحة إلى سيد العبادي يحملها ليتفاهم مع مجموعته السياسية داخل العراقية طبعا هذا لن يكون الاجتماع الوحيد هناك لا شك اجتماعات أخرى هناك مكالمات هاتفية كان هناك مكالمة هاتفية قبل حوالي شهر بين الشخصين وتم بحث قضايا متعلقة بإيران تحديدا سنعود إلى هذا الموضوع دكتور هيثم ودكتور خالد بعد قليل ولكن سننتقل إلى شونتال مباشرة لبعض المشاركات شونتال حول زيارة العبادي إلى واشنطن فيصل يعتبر مهند أن لقاء العبادي مع ترامب سيشعل أزمة بين أمريكا وإيران وسيكون العراق طرفا في هذه الأزمة هذا رأي فيصل أحمد إدارة ترامب ترى أن العبادي الذي جاء بتسوية أوباما مع إيران هو أضعف من أي تصدى للنفوذ الإيراني ما لم يثبت هو العكس وتسعى للتدخل المباشر تغريدة علي تتحدث أيضا عن الموضوع العبادي نجح على الأقل في مواجهة داعش وهو شيء لم يتحقق من قبل هذا ما اعتبره علي في مشاركته والمشاركة الأخيرة معنا تقول العبادي لا يستطيع أن يلعب دورا في القضاء على النفوذ الإيراني في العراق ورهنات واشنطن حوله خاسرة نقطة مهمة أيضا شكرا جزيلا لك شونتال سننقل بعض هذه النقاط إلى ضيفين ولكن في البداية دكتور خالد ما رأيك بما طرحه الدكتور هيثم من واشنطن بأنه هناك رسالة واضحة ربما يعني يحملها السيد العبادي من ترامب شخصيا إلى المؤسسة الحاكمة في العراق مفادها إما أن تكونوا معنا أو أن تكونوا مع طهران ما رأيك في ذلك؟ يعني نتوقع أختلف مع وجهة هذا النظر لأن هذه وجهة نوع من التطرف الحدية في التعامل والتعاطي مع العراق العراق يعني سعى وبذل كل ما يستطيع منه بعد حزيران 2014 لمقاتلة التنظيم داعش إرهابي يعني عندما نتحدث عن مثل هذه الرؤية السيد العبادي هو جزء من كابينة وزارية وكابينة وزارية متكونة من كل أطياف الشعب العراقي لذلك ينبغي أن تكون هناك رسالات واضحة ومنطقية في التعاطي والتعامل مع العراق لا مثل أن يكون من ليس معنا فهو ضدنا مثل ما يتحدث الرئيس الأمريكي الأسبق جورد بوش الأبن عندما تحدث عن مكافعة الأرهاب وتنظيمات القاعدة بعد أيلوز سبتمبر من عام 2001 أعتقد هذه اللغة صحيح أن ترامب يمتاز بالخطاب التعبوي أو الشعبوي أو بالحدية والتطرف ولكن سوف لا يصل الأمر إلى الحديث عن ذلك أنا أتوقع بأن هذا اللقاء صحيح هو لقاء أولي ولكن هناك سبقه الكثير من الترتيبات في إطار الملفات التي سوف يتم تناولها مدة زمنية لهذا اللقاء هو مسألة استشراف الرؤية المتبادلة بين السيد العبادي والسيد ترامب وتوضيح الكثير من الاختلافات سواء كان في مع إيران مع السعودية مع كل دول الجوار مع تركيا هذه المشاريع أو الأدوار أو الملفات الإقليمية المطروحة وليس فقط الملف العراقي بمعنى أننا اليوم نحارب الأرهاب ننتصر إلى الأرهاب نفكر في إطار مرحلة ما بعد تنظيم داعش كيف سيكون البناء العراقي هل هو بناء طافيا قوميا مذهبيا عرقيا من الذي سوف يدير هذه المناطق أعتقد اليوم المشروع الأمريكي مشروع واضح يتم التدافع بشكل كبير جدا في أقلمة العراق ولكن أقلمة العراق لا يعني مشروع بايدن الذي طرح في 2007 وإنما قد يكون له مخرجات جغرافية بهيئة تهيئة المناطق الآمنة والمستقرة وعملية البداء وعملية إخراج مخرس سياسي واضح هذا هو الذي يتم الحديث عنه أما الحديث اليوم عن أنكم يجب أن تبحثوا عن عقل سياسي جديد وعن دستور جديد وعليكم أن تحسموا خياراتكم أعتقد العراق محكوم في إطار الجغرافية السياسية جوبولاتيكس وهذا الأمر هو محكوم في إطار أيضا العلاقات التي تربط إيران بالعراق وبالتأكيد يجب أن نتحدث بوضوح كبير جدا لا نريد أن يكون هناك ساحة لتصفية المصالح الإيرانية والأمريكية على حساب الثوات والمصالح العراقية العراق يسعى لتحقيق نوع من التوازنات هذه التوازنات تفضي إلى نوع من المصالح الدائمة إن صح لنتعبير أو العلاقات المتشابكة لكي لا يتكون هناك نوع من الأزمات تتصدع في داخل المشهد العراقي وتتأثر على السياسة العراقية وهذا ما اليوم يجب أن ينتج في داخل العراق بإصلاح معادلة الديمقراطية وفق معيار الأغلبية والأقلية البعيدة عن جنب الطائفية والقومية والخروج من مشروع وطني حقيقي ينتج ويصنع في داخل البيت العراقي لا في داخل أمريكا أو لا داخل حتى في دول الجوار أو المحيط الأقليمي دكتور هيثم هناك حديث اليوم في الألام الأمريكي على الأقل يقول أنه واشنطن وطهران في هذه المرحلة غير جاهزتين للدخول في مصادمة في مواجهة إلا بعد الانتهاء من المعركة ضد داعش الآن الطرفان في حالة تعايش في حالة مساكنة كما يقول البعض لتنفيذ أو للوصول إلى هذا الهدف وهو إخراج داعش من العراق بعد ذلك لكل حادث حديث هل تتفق مع ذلك؟ هذا الكلام دقيق جدا وما يؤكده ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن الحديث بين سيد ترامب وسيد العبادي سيكون على ما بعد داعش وخاصة داعش بدأت تنهار في الموصل ومناطق مختلفة وبالتالي الحديث وتركيز الحديث سيكون على ما بعد داعش وهو الذي يقتضي الحديث عن النفوذ الإيراني والتدخل الإيراني في العراق قضية الجيوبوليتيكس والتدخل الإيراني في العراق نعم لإيران مصالح في العراق ولكن الجيوبولوتيكس للعراق أيضا هناك المنطقة العربية المحاذية للعراق ليس لها وجود في العراق الأردن يحيط بالعراق السعودية تحيط بالعراق الكويت تحيط بالعراق تركيا تحيط بالعراق هذه الدول أيضا لها حدود طويلة وعريضة والذي انتماء قومي مشابه للعراق وبالتالي الحديث عن موازنة مصالح مع إيران فقط هذا عملية دفع العراق باتجاه أن يكون جزء من سياسة إيران في المنطقة وهذا شيء خطير وخطأ جسيم جدا العراق يجب أن يستقل بالكامل عن النفوذ الإيراني وليحكمه من يحكمه وفق الديمقراطية وبالتالي نحن بحاجة بالحقيقة للنفوذ الأمريكي في هذه المرحلة ليوازن هذا النفوذ الإيراني وليدفعه خارجا لأن لا خيار للعراق غير وجود قوة بديلة تستطيع أن تضعف النفوذ الإيراني في العراق ليس من السهل إنهاء هذا النفوذ بمجرد موافقة من السيد العبادي أو موافقة من أي طرف هذا النفوذ يحتاج إلى زمن يحتاج إلى قوة سياسية وقوة عسكرية على الأرض وأعتقد أن الولايات الأمريكية المتحدة هي الأقدر على مساعدة العراق في التوجه باتجاه بعيد عن إيران في المستقبل القريب دكتور خالد في الدقيقة المتبقية هل سيدفع الرئيس ترامب العراق إلى الاستقلال عن النفوذ الإيراني كما يقول الدكتور أيثم يعني العراق في برنامج الحكومة للسيد العبادي ينفتح على كل دول الجوار لم نتحدث فقط عن المصالح الإيرانية وإنما بحث أيضا الكثير من القيارات والبدائل مع الأشقاء العرب ولكن العرب بعد 2003 صار هناك نوع من الانكفاء العربي الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية السعودية الجبير حاولت أن تفتح الكثير من هذه الأوباب على الرغم من أن هناك كان انكفاء عربيا في إطار النظام السياسي الرسمي العربي أعتقد اليوم زيارة حتى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ومسألة مؤتمر القمة القادم في المملكة الهاشبية هو من أجل أن يكون هناك دعم حقيقي للعراق العراق منفتح على الجميع ليس هناك أيضا الحديث عن مسألة مصالح ونفوذ إيراني العراق يتبادل مع الجميع ميزان التبادل التجاري مع كل دول الجوار نتحدث عنه المملكة الهاشبية هناك تفعيل الخط أمبوب النفط الاستراتيجي بيننا نتحدث أيضا مع السعودية نسبة التبادل التجاري مع الكويت هناك أيضا تبادل التجاري في العراق لا يريد أن يصبح ساحل التصفية والحديث عن مناطق النفوذ بمعنى أننا نسعى للجميع في صياغة علاقات متوازنة لا تكون على حساب الثوابط الوطنية وهذا ينبغي أن يتم فهمه من قبل دول الجوار أو حتى المحيط الإقليمي شكرا لك الدكتور خالد عبدالإله أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد كان معنا من العاصمة العراقية ومن واشنطن كان معنا الدكتور هيثم الهيتي الباحث في جامعة جورج واشنطن شكرا لكم